صادق أمين ياسين أحمد محمد صلحاه عليه وسلم من قصص محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ما جرى مع ثوبان ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام كان شديد الحب للنبي عليه الصلاة والسلام قليل الصبر عنه أتى إليه ذات يوم وقد تغير لونه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما غير لونك فقال يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك لأنك ترفع مع النبيين وأنا إن دخلت الجنة فأنا أدنى من منزلتك وإن لم أدخل الجنة فإني لا أراك أبدا هذا الذي كان يؤرق ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام أو أن تقل مدة رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام فنزل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فلمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم